في إطار التضامن مع المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت مخيمة داخلة للاجئين الصحراويين تم اليوم بالقاعدة الجوية العسكرية ببوفريك شحن سبعين طنا من المساعدات الإنسانية شحنة المساعدات التي أرسلت على متن طائرتين نقل عسكريتين من قبل الهلال الأحمر الجزائري تاتي ترسيخا لقيم التكافل والتضامن مع الشعوب الشقيقة والصديقة في إطار عملية الاستجابة السريعة للكوارد وتنفيذ لتعليمات السيدة الرئيسة الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني نقوم اليوم بشحنة طائرتين للقوات الجوية الجزائرية في إطار دعم إخوان اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف إطار الفيضانات التي ألمت بولاية الداخلة المساعدات مقدرة بـ 70 طن من مختلف المساعدات من أفرشة أغطية ومواد غدائية